موسيقى خلِّ السهواء وقنع بوصل حماها ما في الوراء قسماً بها إلاها وانزل بوادي طورسينا قربها واشهد معاني نورها وضياها واخلع لها نعلي مرادك والهواء واصبر لهجرتها تفز برضاها واقطع حبال الغير إن جمالها قد حرمته على محب سواها شغفت قلوب العاشقين بحسنها وتسلطنت بجلالها وعلاها وتفردت بعلو عزة شأنها وتحجبت عن غيرها بخباها ولقد تجلت وانجلت لرجالها فشفت قلوباً جرحت بجفاها معروفة بكمالها موصوفة بجمالها محجوبة بسناها مشهودة بشؤونها مذكورة برموزها مشكورة بثناها طويت برونقها المعاني كلها فالكل إن حققته معناها من علماء عصره قبل أن يكون من شعرائه قال في الحب والوجدان ولا زمئيوان السلطان إنه أبو الهدى الصياد قلب تألم من فراق أحبة وكوتت أيدي الحادثات بنارها لم يألف الدنيا وقد علقت به إذ لا دوام لدورها ولدارها نحن اليوم مع الحب والوجد والبين والفقد والذوب والشوق نحن اليوم مع أبي الهدى الصياد رحمه الله نعم أبي الهدى الصياد من عائدة شهيرة عائلة الصيادين وهو ولد في اسمه محمد بن حسن وادي والده لقب بالوادي لأنه ولد في واد بين التمانع وخان شيخون نعم أما هو أبو الهدى الشمال السوري نعم أما هو أبو الهدى فقد ولد في بلدة خان شيخون من أعمال معارة النعمان نعم ذهب فيما بعد إلى بغداد يعني كثيرون يذكرون أنه ذهب إلى بغداد ولا يذكرون السبب يعني غالبا ذهب للقاء شيخه محمد مهدي الصياد الرواس نعم أبو الهدى ولد في عام 1266 للهجرة يعني 1849 للميلاد وبعد عودته بغداد بفترة ذهب إلى جسر الشغور وأصبح نقيبا للأشراف في جسر الشغور ثم انتقل إلى حلب وأصبح نقيبا للأشراف أيضا في مدينة حلب وتدرج في المناصب فأصبح شيخ الإسلام في السلطنة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد عبد الحميد ماذا يقصد به شيخ الإسلام أستاذي يعني ما هذا المنصب شيخ مشايخ السلطنة شيخ مشايخ السلطنة المشايخ الموجودون في السلطنة هو شيخهم يعني يتبادر إلى ذهني سؤال هل كلمة هذا المنصب هل هو منصب علمي أم منصب سياسي هو منصب ديني في الدرجة الأولى لكن في ذلك الزمن وبسبب أن السلطان عبد الحميد كان رجلا متدين لم يخلو الأمر من التداخلات السياسية في المنصب خصوصا أن السلطان عبد الحميد كان يسمع كلامه كثيرا كان له كلمة عليا عند السلطان عبد الحميد لذلك كان يتوسط كثيرا للناس الذين يلتجؤون إليه أصحاب الحاجات والشفاعات واعترف بذلك أعداؤه وأصدقاؤه لأبي الهدى الحسين الهدى الصياد تعود عائلة الصيادة إلى أصول العائلة الصيادة في العراق تعود إلى الشيخ أحمد رفاعي الشهير صبته أحمد عز الدين الصيادة هاجر إلى سورة الملقب بأبو حمرة صبت أحمد الرفاعي صبت الشيخ أحمد الرفاعي صبته أحمد عز الدين الصيادة معروف بأبي علي الصيادة ليس أبو حمرة أبو حمرة حفيد أحمد عز الدين الصيادة نعم حفيد أحمد عز الدين الصيادة لديه علي صدر الدين وعلي الشباك مدفون في مصر لأنه تزوج من نسل من أحفاد الملك الفاضل في مصر نعم وولد له علي معروف بأبي علي الشباك معروف في مصر ثم عاد إلى جاء إلى حماة واستقر في بلدة متكين معروفة وقبره فيها مشهور معروف نعم وأنجب عدة أولاد منهم علي صدر الدين ومنهم موسى أظن هو والد المعروف بأبي حمرة المهم من نسل أحمد عز الدين الصيادة انتشر الصيادين في تلك المنطقة باتجاه معرة النعمان إلى حلب ومنهم أبو الهدى الصيادة كان أبو الهدى الصيادة قبل أن يتصل بسلطان عبد الحميد كان على صلة بسلطان عبد العزيز صلة سريعة لكن عندما اتصل بسلطان عبد الحميد أصبح شيخ الإسلام وخدمه وكان في خدمته نحو ثلاثين سنة نعم يعني تقريبا نصف عمر أبو الهدى في خدمة السلطان عبد الحميد هو يعني في اسطنبول في منصبه كان له علاقات مع كثير من الأعلام المشهورين ومنهم يقال زاره إبراهيم هنانو في اسطنبول وزاره آخرون كل الذين تحدثوا عنه راهيم هنانو هي نفس الشخصية المشهورة عندنا في تاريخ الثورة السورية نعم صحيح هو نفسه في آخر عمره كان مصابا بمرض القلب وهذا لا يذكره كثير من أعداه يقولون يعني هجم عليه الاتحاديون ونقلوه في سريره فهو كان مصابا بمرض القلب لا يستطيع يعني في آخر عمره كان مقيقة ونقلوه إلى جزيرة الأمراء عندما قاموا بالسيطرة على الحكم نقلوه إلى جزيرة الأمراء ويبدو هي اسمها جزيرة الأمراء لأنه ينفى إليها السادة والأمراء وبقي فترة قليلة هناك ثم توفي رحمة الله عليه ويعتبر صغير العمر يعني 60 سنة عمره انتقل إلى رحمة الله في سنة 1909 في عام 1909 ونقلوه دفنوه في زاويته في إسطنبول هنا في إسطنبول لكن في عام 1939 تم نقل رفاته إلى زاويت العائلة في حلب وهي شرق القلعة مباشرة تقول في أسفل القلعة التي أصبحت دار الإفتاء في حلب وحياته لا تخلو من تغيرات ومن عجائبية في الظهور والصعود أستاذي أظن أن له ولدا كان له منصب سياسي في أردن نعود إلى حسن خالد حسن خالد هذا أصبح رئيس وزراء إمارة شرق الأردن في عهد الملك عبد الله الأول ورأس البرلمان أيضا نعم وعندما سقطت الخلافة فاتني أمر مات قبل أن يتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش بعد أن مات لفترة قليلة تنازل السلطان عبد الحميد عن العرش وابنه هذا حسن خالد عندما سقطت دولة الخلافة العثمانية سعى لإقامة دولة إسلامية من الدول العربية لكن سايكس بيكو كانت أقوى وأسرع وابن حسن خالد تاج ربما على ما أذكر هو كان آخر نقيب للأشراف في حلب وابن تاج هذا أحمد مهدي تاج دين أبو تاج شهير في الوسط الصوفي وآخر الشهيرين في هذه العائلة توفي في عمان ودفن فيها اسم أبو الهدى الصيادة يعني يخيل للسامة أننا نتحدث عن اسم من الزمن يعني البعيد الغابر ومن آخر الشعراء الصوفيين نعم نتحدث عن زمن قريب هذا بعده بعض الشهر ما دمنا نقول عن سايكس بيكو وعن سقوط الخلاف يعني أنا لفت نظري نقابة الأشراف التي ذكرها دكتور في حديثه هو في بداية حياته أظن الشيخ أيضا ولي منصب نقابة الأشراف في منطقته يقال أنه كان يعني حبذا لو تنير لنا هذه النقطة كان عمره أصغر من ذلك وقيل يعني في مصدر أو مصادر مصدر واحد عن ذلك نعم أنه كان يعني نقيب أشراف في خانش لا أظن ذلك تماما لأنه يعني القرية كان صغيرة أظن ويعني والده هو ال نعم وإن قالوا عنه أشياء يعني للوالد أنه كان درويش وبسيط وكذا نعم يعني لا أظن هذا الأمر وأن ذكر ذكر يعني حقيقة هذا الأمر نعم نعم صحيح يعني هو ذهب إلى حلب في رحلتي باتجاهها الأستانة أيضا ذهب إلى حلب ولمع نجمه في حلب نصبح نقيب أشراف في حلب نقيب أشراف في حلب ومن ثم وهذا ما أدى يعني إلى أن ثار عليه البعض كثرة حساده نعم حتى أن الشيخ محمد راغب الطباخ لم يترجم له في كتابه أعلام النبلاء في أبي تاريخ حلب الشحباء إنما ذكره يعني حاطا عليه ومنتقدا له ذكره في ترجمة والده ووالده أيضا هو يترجمه مع شخص آخر حتى سنة وفاته لشيخ أبي الهدى الصيادي نعم لم يترجم فيها أي علم الشيخ محمد راغب الطباخ رحمة الله عليه ولو أن عذالي كان يقول نعم ولو أن عذالي رأوكم كما أرى نعم لطاب لهم حالي نعم وساروا على سيري يا سلام يعني نحن أستاذ عبد الرحمن أمام الشعر كثير في الحب نعم والأشواق والتعلق نعم صحيح عندما نتحدث عن أبي الهدى الصياد نعم صحيح نعم في الحقيقة يعني رضيت بكم والظن أن ترتضونني على كل حال سادتي منكم وجبري يعني يقول لو أنك ترى أحبتي بعيني كأنك تقرأ لإذن الفارض لعذرتني فيما ذهبت إليه من حب نعم في الحقيقة هذا الحب يعني ملأ عليه حياته بعيدا عن التعريفات التي تعرضت لعلاقته مع السلطة يعني هو في الحقيقة في الأصل غير ذلك يعني هو رجل صاحب أهل العلم وصاحب أهل الطريق بمصطلحهم أهل الطريق يعني أهل التصوف صاحب أهل الطريق وسار على نهجهم إلى أن صار علما مبرزا من أعلام الطريقة الرفاعية نعم هذا السير في الطريق يورث الإنسان أحوالا من الحب والعشق والوله نعم فتفيض شعرا على لسان أبي الهدى يا الله فيطلب من من يسير به أن يترفق بحاله يقول بالرفق سر يا سائق الساقات فلقد جعلت الصب رهن شتات نعم خذ ذي الهوينا فالضليع أضره واخذ النياق وسرعة الخطوات ها أنت طرت تروم ريم طويلع متطلع متطلعا لمفارق الطرقات أذكرت مثل روض سفح المنحنى والنازلين به من السادات نعم إذن ذكر هؤلاء السادات هو الذي جعل النياق تطير من الحب والاشتياق وهذه حالة تذكر كثيرا عند أهل التصوف من نقل الحب إلى غيرهم لماذا؟ لأنهم أم أصحاب مقولة أن الحال يسري وهم الذين يقولون حال رجل في ألف رجل خير من قال ألف رجل في رجل فهم يؤمنون بسريان الحال هذا الذي أخذ من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن يحذيك فأنت لن تخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث التي تتعطر بها ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا منتنة ففي الحالتين لابد من أن يسري إليك هذا الحال من صاحب الحال هذا الحال سر إلى النياق فأسرعت بسبب انتقال حالة العشق لها نحن أمام مدرسة كمدرسة ابن الفارض لا شك نوعا ما قريبا منها لأن ابن الفارض يعني ما دخل مواضيع التي دخلها أبي الهدى طبعا في شعر أبي الهدى في شعر أبي الهدى تجد أثر ابن الفارض واضحا في شعر الصوفي نعم وفي المديح النبوي تجد أثر بصيري واضحا نعم لا يا أخي الأمر هذا تراكم كبير عبر السنين من الطبيعي أن يظهر وتجد أثرا لشيخي محمد رواس الذي هو المسمى ببهاء الدين الرواس أو بهاء الدين الصياد محمد مهدي الصياد يقول له أبو البهاء أبو البهاء بهاء الدين الرواس نعم بهاء الدين الرواس نعم وهو شعر عظيم ومن أهم شعراء الصوفيين وظلم في وشعره منتشرة على أسكنة الناس و عن اسمه عنده قصيدة يقول جرى دمعي السياح من جفني البالي وقد زاد يا أهل المعارج بلبالي نعم ففيكم بني بائي وهائي وهمزتي وأولي فلامي إنما دالكم دالي الله ويا من بياء يرعي يرعون ذمة لمثلي ونون النور يدهش أمثالي يا سلام في هذه القصيدة يقول أميل بكم ميل الغصون مع الصبع أو أميل لكم ميل الغصون مع الصبع وفي بابكم لا زال حلي وترحالي يقول فيها فإن أكتم البلوى تعجب عذلي وإن أشرح البلوى تهجم عذلي نوينا لكم صوما عن الدهر كله وأنتم لنا عيد وقدركم العالي هذا اللعب في اللغة نعم أقول عن لقبه سميته بالرواسي رأسا لكل أمر نعم 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 لأنهم يرون أنه أبا الهدى اخترع هذه الشخصية لا يعرفونها يعني أصلا غير موجود يقولون ذلك ويقولون أن هذه الكتب طيب هل هذا يعني الادعاء من أساس يستندون إليه أم أنه فقط لمحضي التجريح لا يعرفون الشخص التجريح لا يعرفون الشخص إلا أنهم سمعوا عنه عن طريق أبا الهدى الصياد نعم لديهم كثير من الأعلام والكتب ذكرها أبا الهدى نعم لم يعني يجدوها في ما بين أيديهم من الكتب نعم لكن هذا لا ينفي وجود الرجل ويقولون هذا الشعر وهذه الكتب وضعها أبا الهدى والحقيقة العارف في الأسلوب يعرف أن هذا الشعر غير هذا الشعر نعم بالتأكيد الفارض إذن أنت تنتصر لأبي الهدى نعم ويعرف شعريا العارف الشعر والأسلوب نعم أن شعر الرواس أن الرواس أشعر من أبي الهدى نعم يعني بهذه الرواس أشعر من أبي الهدى الصياد جميع برأيك والأسلوب مختلف هذا ينصر دعواك في أنه موجود يعني أولد الرواس شخصية موجودة ومختلفة اسلوب الهداء أبسط ودخل في الحياة بعكس الرواس بعكس على النقيض من ابن الفارض ينتزحدوا وتجردوا أما هو اعترك الحياة وصار له حساد فكتب عنه الحساد ووجد نفسه في منصب شيخ الإسلام فمدح الخليفة وأكثر من مدح الرسول هو ألف عن الخليفة كتابا اسمه بهجة الزمان في مآثر السلطان عبد الحميد خان ومدحه في عدد من القصائد منها عبد الحميد خلاصة الخلفاء سيف أصول به على الأعداء يستخدمه الأمانة في مطلع هذا البيت أو يستظل بظله هو استظل بظله 30 عاماً يعني كلمة يستخدمه ربما نحن نتكلم شعرياً نحن نتكلم شعرياً وعلاقته بالرواس هي علاقة غامضة والرواس نفسه في شعره رسم مستقبل أبي الهدى الصياد هي أحد أسباب أنت قد رسم مستقبله ومن ذلك يقول مثلاً إني أرى شيخونة في الشهباء في حلب إني أرى شيخونة في الشهباء كما يرى الهلال ببطن الماء الله أكبر شهر الصورة هو الرواس مصور نعم يعني مختلف لذلك وجد طريقه أيضاً لجلسات الإنشاد الدينية بشكل كبير وقد نقف على شيء من شعره بعد قليل نعود إلى نقطة الشعر عند أبي الهدى أبي الهدى لديه تنوع يعني قلنا لديه تصوف لديه مديح نبوي لديه مديح بالبيت وبالصحابة نعم رضونا الله عليهم ولديه أيضاً مديح بالأعلام الرفاعيين وهو أحد مصادر الطريقة الرفاعية وكثير من معلوماتي عن طريقة الرفاعية يعني كثير من معلوماتي عن طريقة الرفاعية جاءت عن طريقه وهو أحد مصادر الطريقة الرفاعية وقلنا أن الرواس رسم مستقبله وأكثر ما يظهر ذلك شعراً ونثراً رسم المستقبل أبي الهدى وأكثر ما يظهر ذلك في ديوان الرواس معراج القلوب إلى حضرات الغيوب وأيضا في كتابه بوارق الحقائق وهو كتاب للرواس كي لا نخلط لجب أن نقول في هذا كتاب الرواس يعني كتاب عجائبي وهو كتاب رحلة رحلة صوفية كنت نويت في زمن ما أن أكتب عن هذه الرحلة مع السيرة الذاتية والسيرة الذاتية له ولي أبي الهدى له في درجة أولى ورحلة وهذا الجانب جانب السيرة الذاتية والرحلة عند الصوفيين لم يقف عليها الدارسون كما يجب والسيرة العجائبية أيضا عنده يعني كان أبو الهدى كثير التصنيف له مؤلفات علمية ما يزيد على مئتي كتاب ورسالة يعني أنا طلعته ولذلك عادوا وشككوا به سبحان الله ولكن لكن الصوفيين عموما مكثرون نعم إذا عدت إلى الغزالي نعم إذا عدت إلى محدي من عربي نعم هو أبو الهدى مئات المصنفات نعم رواس شيخه نعم هم مكثرون خصوصا من تزهد منهم تفرغ لل أنا طلعت على مصنف فقهي له يعني في بداية عمري قرأته اسمه ضوء الشمس في شرح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس نعم صحيح يعني هو كتاب فقي نعم مكتوب بعبارة لطيفة سهلة نعم في شرح هذا الحديث نعم هو قال في كتابه الذخيرة نعم وقال اشتغلت في بداية عمري بالحديث والفقه نعم وقارت قرأت معظم كتب النحو وقرأت في العلوم النظرية حتى في القيافة تعلمت في فن القيافة نعم لكن انكببت بكامل انكباب فيما بعد على التصوف وذكر وهذا كتبه في عام 1306 للهجرة وعاش بعد ذلك أكثر من عشرين سنة أنه يأخذون من كتابه هذا سيرته فهي سيرة ناقصة يقول فيه أنه لديه ديوانان وهو يعني عاش بعد ذلك أكثر من عشرين سنة فألف كتبا ودواوين شعب نعم يعني عراجنا على انكبابه على الطريق واهتمام به ونحن نقصد هنا بالطريق ما اصطلح عليه آل التصوف من السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وما يرافق ذلك من أخوة في هذا الطريق وتتلمذ فعلاقة الأخوة والتتلمذ في الطريق أهل التصوف لها سمة عجيبة وغريبة يعني يصير بين هؤلاء الناس السائرون في هذا الطريق من المحبة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا نعم فيتحسر على هؤلاء القوم ويتذكرهم يقول قوم ثووا لب القلوب وبوئوا منها لعمري أشرف الحضرات آهن على وقت لنا قرت به من العيون بهم أليس بئاتي بحياتكم يا أهل سلع والجفى مضن أغيثوا وارحموا آهاتي وتحننوا لطفا علي بنظرة هي من مماتي والفناء حياتي نعم إذن يذكر رفقته في هذا الطريق وهي من أجمل العلاقات التي تقوم بين البشر لأنها علاقة قائمة على الأخوة في طريق السير إلى الله جل وعلا ونحن نقصد هنا بالسير إلى الله سبحانه وتعالى أي تزكية النفس من شوائبها إلى أن تصل إلى عبوديتها لله سبحانه وتعالى ويحضرني في هذا قول أريد أن أرصع به ما ذهبنا إليه من اهتمامي بطريق أهل التصوف من أن أهل التصوف يكثرون من ذكر النفس الأمارة بالسوء والإمام الغزالي له بحث عميق في هذا ودقيق في هذا الأمر ذهب أهل التصوف إلى أن النفوس قد تكون سبعة نفوس فيذكرون منها النفس الأمارة والنفس اللوامة وهكذا يتنقلون شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى النفس المطمئنة ويقول بعضهم الكاملة والمكملة هذا رأي لكن الرأي الآخر يقول بأن النفس لا تخرج عن أماريتها يعني النفس أمارة بالسوء لا تخرج عن ذلك والنفوس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قال هذه ذات الإنسان وليست النفس الأمارة بالسوء التي تأمر الإنسان بالسوء فأهل التصوف في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى يريدون أن يوقفوا تسلط هذه النفس على سلوك الإنسان لصالح تسلط القلب والعقل والشرع يا السلام جميل وهذا ما يسعى إليه أبو الهدى بانكبابه على دراسة أهل الطريق وهذا هو الأهم في رأي أهل التصوف الأهم أن يكون الإنسان سلوكه سلوكا مرضيا لله سبحانه وتعالى أحفظ له عبياتا يقول فيها نعم سكنتم سويد القلب في برزخ الصدري نعم فغاب بكم قلبي وراح ولم يدري أو فذاب لكم قلبي وراح ولم يدري وحاولتموا إتلاف كلي بحبكم فطاوعكم كلي وراح ولم يدري وراح ولم يدري نعم روح ابن الفارض موجودة نعم نعم ولا عجب كل من جاء بعد ابن الفارض تأثر فيه حقيقة إلى أن يقول أموت بكم إن غاب عني جمالكم وأحيا بذكراكم إذا جال في سري إذا جال في سري وأحيا بذكراكم إذا جال في سري نعم وأصحوا إذا الحادي تغنى بمدحكم نعم وأسكروا في معنى ثناكم بلا خمري يا سلام يعني هذه الخمريات والحب هذه الكلمات تتقابل من شعر ابن الفارض إلى بهاء الدين الرواس الذي سنأتي على بعض قصائده بعد قليل إلى أبي الهدى الصياد كان أبو الهدى موسوعيا ومثقفا وقرأ كثيرا وألف كثيرا من قراءته لذلك وقع في شيء من التناقض ربما ما عاد إلى تدقيق كثير مما كتب وإلا فكان تجاوز كثير من التناقض وأخذوا عليه هذه التناقضات وما التمس له عذرا وربما بعض هذه التناقضات يصعب التماس العذر لها لا أعلم يعني هل من سبيل إلى تمفيل على هذه التناقضات مثلا أنه يعني يذكر أشخاصا في زمن معين حادث في زمن معين لأنهم لم يحضروا هذا لم يكن في هذا الزمن وأيضا دخول رواس إلى مصر في توقيت معين يعني لا يناسب التوقيت مثلا يعني لكن دافع عنه مثلا عبد الحفيظ الفاسي ومعاصره دافع عنه في كتابه معجم الشيوخ فقال من نال على يديه شيئا وهو كان مسؤول نعم يزيد في مدحه ويمدحه بما لا بما ليس فيه بما ليس فيه ومن لم ينال على يديه شيئا تجاوز في ذمه بما ليس فيه أيضا الرجل وهي طبيعة طبيعة العلماء والتعامل مع السياسيين عموما وقيل يقول أدهم آل جندي في كتابه له كتاب اسمه أعلام الأدب والفن يقول أن نتكلم عن موسعية وثقافة أبي الهدى يقول أن أبا الهدى شاعر في التركية وفي الفارسية جميل يكتب بذنبه ويضيف شيئا مهما ومن المهم أن نذكره يقول رفض أبو الهدى أن تأخذ له صورة أي صورة يوجد صورة ما السبب في ذلك قال تواضعا ولا يحب الظهور قال رفض أن يأخذ له أي صورة ثم يضيف أدهم آل جندي يقول يوجد صور في زمنه هذا الكتاب صدر عام 1954 يقول يوجد بعض الصور لأبي الهدى قال لكنها ليست حقيقية وليست له فيوجد صورة الآن هي متداولة ولا أعرف إن كانت هذه الصورة هي التي يقصدها أدهم آل جندي غير حقيقية أو فعلا ظهر هناك صور فيما بعد عودا على شعري نعم أستاذ عبد الرحمن لا بد أن نسمع أكثر نعم يوجد له شعر يعني رقيق جدا يحس به من جرب هذه الأخوة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يقول كنتم لنا جيران خير والغض غض الغصون ومعطر النفحات فتفرقت تلك المحافل وانقضت ساعاتها بوركنا من ساعات نعم بقي الحنين لكم وآه مقلق ودموع أعيننا كنوء شات وجسومنا شرو الخيال نحيلة مسقومة الحركات والسكنات يعني هذا يصور حاله بعد بعده عن أحبته وعن أهل الطريق الذين تعود أن يعيش في أكنافهم في حقيقة الأمر أستاذي الكريم لابد لنا ونحن نقرأ هذا الشعر من أن نضع في أذهاننا أن هذا الشعر ليس من أشعار الغزل أو النسيب العادية وإنما هو شعر لشاعر من أهل الطريق من أهل التصوف فهو يعبر عن حقائق مرت به لا عن تهويمات في الخيال هذا ما يجب دائما أن نلاحظه ونحن نقرأ شعر أبي الهدى أو شعر الرواس تجد أن هناك خروجا عن المألوف في قضية الحب في قضية الشوق في قضية الذوب في المحبوب حقيقة هذه أحوال يعرفها أهلها يعني دكتور حكمات ولو اتفقنا على أن بهاء دين الرواس هو أشعر من أبي الهدى الصيادة ولكن هذا رأي يعني رأي شاعر وقال طبعا وأنا أتفق معك ولكن مثلا استمع لأبي الهدى الصيادة عندما يقول أو لبهاء دين الرواس ما طوال ركبه من أجل المستمع لأنه أدخلنا المواضيع للرواس للرواس بهاء دين الرواس نعم ما طوال ركبه شقة الأرض يوما لنواحي البطاح إلا وذبنه البطاح هو المكان أحمد الرفاعي مكان جدهم ما طوال ركبه مكان الشيخ أحمد الرفاعي نعم يعني في بطحاء العراق بطحاء العراق البلدة اسمها أم عبيدة على وزن سفينة قالوا أم عبيدة نعم ما طوال ركبه شقة الأرض يوما لنواحي البطاح إلا وذبنه نعم وانطوينا وبالولوع نشرنا وبعدنا في نعم وبعدنا في حبهم نعم وقربنا وقربنا نحن قوم والحمد لله سرا بل وجهرا عن رؤية الغير تبنى هذا مصطلح التوبة عندهم نعم عندما يقول هكذا نحن يا سليمة أناس عن سوى من نحب في الكون غبنا غبنا نحن قوما والحمد لله سرا بل وجهرا عن رؤية الغير تبنى نعم يعني هناك التقاء بالروح بالنفس بالكلمات مع 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 بالهدى الصياد يعني في أسلوب شعره هو شيخه نعم شيخه في التصوف وشيخه في التصنيف والشعر وفي الرؤية تأثر لابد منه لكن التلميذ شعريا أتكلم نعم ليس ضرورة أن يفوق أستاذه بالتأكيد نعم وهذه في حالات خاصة نعم ألف شعريا تكلم لكن بما أنه تكلمنا أنه مكثر في التصنيف فلو ذكرنا بعض كتوبه نعم الحديث هنا عن أبي الهدى الصياد يعني من كتوبه صوت الهزار راحة الأرواح البارقة ذخيرة المعات تكلمنا عليها منذ قدي ذخيرة المعات في ذكر بني الصياد سيرت آل الصياد نعم يعني وهي عائلته وهو وثق لنفسه في آخرها نعم وديوان مرآة الشهود في مدح سلطان الوجود عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ديوان الفيض المحمدي والمدد الأحمدي نعم ديوان التبيان الجامع بين الحكمة والبيان ديوان الروض البسيم ديوان الدر المنتظم نعم أو المنتظم نعم طبط لا أعرفه تماما ومن عنوين أسماء هذه الكتب نعم تستطيع أن تعرف توجه نعم أبي الهدى نعم وتوجه هذه الكتب نعم حقيقة نعم نتكلم قليلا عن شكله الشعري يعني هو الرجل لديه تنوع في الشكل الشعري نعم تنوع في الشكل الشعري فهو كتب على البحور طويلة دام وكتب على القصيرة الخفيفة والمدزوئات وكتب التشطير والتخميس والتوشيح الموشحات على طريقة شعراء التصوف نعم يثيرون من التخميس والتشطير نعم والموشح وهو موشحاته لطيفة نعم رقيقة وجدت طريقها إلى الإنشاد الديني مباشرة قصوصا في حلب وهو يعتبر حلبي صحيح مولد مولد وخان شخون نعم يعني ينتسب إلى حلب ودفن بها وكان نقيب أشرافها نعم فوجدت موشحاته رقيقة طريقها إلى الإنشاد الديني في حلب وهي مدينة يكثر فيها المنشدون نعم وتحتم بالموشحات نعم صحيح نعم ومن موشحاته الشهيرة التي تردد دائما موشحه مولايا يا شمس الهدى دارك فدهري قد عدا نعم قد عدا وموشح البرق لمع والطرف دمع والقوم مضوا في الحب شيع وموشح يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك وموشح يا حادي الركبان متى وصلت البان أنخ هناك الأرح هناك العيس وبشر الولهان عليكم الأرواح دارت لها أقداح وذكركم كالرح طابت به الندمان الله وشعره قد نذكر بعد قليل يعني من شعره الذي الشهير الذي يذكر به أحيانا يقال حتى في المساجد يعني في التذكير وفي جلسات قصيدته قد قرأنا أبياتيا قد قرأنا منشورة إنا فتحنا وفهنا صراحة الإيماء افتح الباب يا كريم حنانا وامحوا ليلة ضراء بالسراء وأفض نفحة الرسول علينا ما حينا في صبحنا والمساء تردد كثيرا وهذا الشاعر يعني يعتبر ابن أمس يعني ليس بعيدا ليس مغلا يعني بالله هذه المعاني الرقيقة والجميلة حقيقة لا تليق إلا بمحبوب تليق به هذه المعاني يعني لا تستهلك هذه الكلمات الرائعة والراقية في محبوب غير ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم تحضروني أبيات لمصطفى صادق الرافع رحمه الله نعم يقول يا من على الحب ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا يوما وننساك إن الظلام الذي يجلوك يا قمر له صباح متى تدرك أخذاك يعني هو محبوبه ينساه أما محبوب هؤلاء لا ينساهم يقول يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا ما له في ملكه ثاني أعصيك تسترني نعم أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست يؤثر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج من بين البيوت في مدينته أو ضيعته إلى ظاهر المدينة حرار نعم نعم فيقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب في السر خالية يا سلام ويؤثر نعم عن أبي الهدى الصياد نعم أنه كان يخرج أيضا من بين البيوت في كل ليلة ويتغنى بأشعار أستاذه الرواس الرواس نعم فيغني روحين يا نسيمات الصباح روحين يا نسيمات الصباح واحملي للشيب أنفاس الصباح نعم شهيرة إلى أن يقول لو بدت لي نظرة من وجههم لو ملأت الكون منها طربة أو فيها طربة يا سعاد الله في قلبي بهم قد شققتي يا سعاد الحجبة يا سلام وآل الدرّم متخصصون بإنشاد قصائد الرواس وعندما يقول لست أنسى بين ركبان الحمى يوم قالوا يا غريب الغربة فلقب بغريب الغربة نعم لا سلام عندما تقول غريب الغربة فالرواب الرواس لست أنسى بين ركبان الحمى يوم صاح يا غريب الغربة يا غريب الغربة أثبتوني في هواهم غربتي إن في هذا من الغيب نبأ نعم مرى رجل على امرأة تبكي على قبر فقال على من تبكين قالت على محبوبي انظر هذا الترفع قال لها هل لا أحببتي محبوبا لا يموت الله جميل جميل هل لا أحببتي محبوبا لا يموت وبهذا فعلا صرفوا كل حبهم كل همتهم نعم مما شهر له في يعني الحقيقة الإنشاد هو يشهر القصائد غالبا نعم منها قوله وجوه ألفناها وشط بها النوى فعلمنا من بعدها الحن والأن نعم فيا حسرة جاد الزمان على الثرى بهم وعلينا رغم أشواقنا ضن حرام علينا الدهر نسيان عهدهم وهل يمكن السلوان في شأنهم منا يا سلام جميل جدا الله جميل جدا يعني حقيقة هم جددوا طبيعة العلاقة بين العبد وخالقه نعم يعني فحولوها إلى طريق مزهر بالحب لا طريق يقاد بسلاسل القهر والعبودية يعني حينما يصادفه قدر الله سبحانه وتعالى ويتلقاه بالحب قلنا لهم أتتلقون هذه المصائب بالحب؟ كيف؟ قالوا نحن نرضى بالقاضي لا بالمقضي يا سلام إن رضانا هو بالقاضي لا بالمقضي لأن المقضي نحن في حالة اختبار معه نعم كيف حالة اختبار؟ نسمع أستاذ عبد الرحمن شيئا من شعره ما الزاد من دار الغرور بزادي إلا التقى وخلائق الزهادي فلعمري التقوى لمن يرجو اللقاء هي في الطريق تكون خير الزادي والوقت ظل والزمان مظاهر تطوى ولليقضان وقت رقادي والناس كلهم على طبقاتهم كالزرع يأتيه أوان حصادي إذن لهذا الحصاد قد تهيئوا وتأهلوا وجعلوا حياتهم كلها خدمة لهذا الهدف نعم ونسب لبهاء الدين الرواس ما هو لبهاء الدين زهير الذي أيضا كتب في الوجدانيات نعم ونسب لجميعهم مال ابن الفارض نعم يعني هل اشتغل على دواوين أبي الهدى الصيادة؟ يعني بعيدا عن هذا نسب الشعر نعم هذا موضوع يطول يعني مستقل لكن دواوين شعر وكتب أبي الهدى عموما صدر بعضها في عصره وبعضها أخرجه أحبابه ومن تتلمذ على منهجه على يديه يعني منهجه نعم ومنهم الشيخ عبد الحكيم عبد الباص الصقباني أخرج شيئا من هذه الكتب وأخرج شيئا بعض الكتب أيضا الشيخ الرواس على ما أذكر لكن هذه دواوين شعر أقف على دواوين شعر لأننا نتكلم عن شاعر نعم بعض هذه الدواوين جميعا تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تدقيق كتب الرواس وكتب أبي الهدى بعض الدواوين فيها قصائد مكررة يعني في هذا الديوان موجودة وفي هذا الديوان يحتاج إلى إعادة نظر بعض الأشعار الموجودة في هذه الدواوين هي اقتباسات مفروض أن يعاد النظر فيها مثل القول الوارد عند الرواس هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق نعم في القافية الشهيرة للرواس لكن هذا البيت هذا البيت لأبي بكر الشبلي استخدمه رواس نعم مهمة جدا في فكرة أبي الهدى عن الطريق يقول دع عنك يا خل التغافل وانتبه واقمع بعزمك وهمك المتمادي ظلمات آمال أحاط دخانها بعقول أقوام فضل النادي سبحوا بغي الوهم يزعم فهمهم طول المدى مع زينب وسعادي لم يهدهم رأي سليم للذي درجت عليه أعظم النقاد فأولئك النقاد قوم طورهم طور النبي وحزبه الأمجاد ويقصد هنا بالنقاد الناقد هو الذي يميز المزيفة من الأصلي من النقود نعم فيسميهم النقاد فهو يدعو هنا إلى أن يكون طريق أهل التصوف طريقا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ويكشف زيف من يدعون التصوف بلا اتباع للشريعة نعم وهذا أمر مهم جدا صانوا حمى الدين المبين بعزمهم وحموا معالمه من الأذذادي وطووا غبار الغانيات وأعرضوا عنها على أثر الحبيب الهادي إذن هذا هو الطريق الذي يدعو إليه أبو الهدى الذي يدعو إليه أبو الهدى وهو طريق اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوصل إلى محبة الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله جل وعلا وهذا هو طريقهم يعني مهما اختلفت المشارب ولكن يظل لهم مشربهم أهل التصوف لقصده أهل التصوف نعم إذا أحببتم بقي وقت نقرأ أيضا أبيات للشيخ إن بقي من شعره يقول هاتي يا بارق الحمى أخبارك وأفض في قلوبنا آثارك وتألق منا بأرواح قوم كلهم قال ليتني كنت جارك يا الله في بروج العلا تلوح ولكن كل قلب لنا جعلناه دارك دارك الله الله نعم يا سلام حقيقة بيت جميل جدا يذكرني بأبيات الشبل كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السروج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بحجة معانيهم واحدة يعني نعم نعم مثلا أبيات رابعة لك نسبت إلى فلان وفلان لأنهم فعلا قلوبهم متشابهة وطريقهم متشابه وحبك حبيني حب الهواء نعم وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة وهي الأبيات لآدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بتغيير بسيط جميل نعم هي على الأغلب رابعة العدوية رحمة الله عليها كانت كثيرة التمثل في الشعر نعم فنسب إلى هذا التصور وحبك حبيني حب الهواء وحبا لأنك أهل لذاك نعم فأما الذي هو حب الهواء فشغلي بذكرك عمن سواك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة حتى أراك نعم فالحمد في ذا ولا ذاك لي لك الحمد في ذا وذاك يا سلام إذن هذا هو الحب الذي تتحرك فالحب شغلي بذكرك عمن سواك هذا هو الحب الذي يعني يريدونه نعم فأيامي الأعياد في باب ديركم وكل الليالي عندكم ليلة القدر ليلة القدر وحقا كل ليالينا وكل أوقاتنا مع هؤلاء المحبين هي ليلة قدر الحمد لله شكرا لكم واضيفين شكرا لكم الله استعني اشتركوا في القناة